اشتركوا في القناة مش هتسمع كلام اي حد بتيجي سافي بتقولهم ان الجواز ده هيتم وهيتم بالتأكيد وانا عملت كده كزابت علشان خطر هي تمشي وتصدق ان خطتها نجحت سكار طبعا بيشكرها وبيقول لها ان كل اللي هي قالته ده كذب فقالت هنتناقش في الموضوع ده بعدين بترد شيري وبتقول طب يلا بينا نتجاوز ونتم الجواز بقى سرع وقت بيقول لها لكن مش هينفع الجواز يتم هنا ولازم نشوف مكان تاني فبيقوله طب يلا بينا ولكي بيقول ان هو عنده مكان الرجاد بيحاول ليفهم سافي ان كل اللي قالته ده كذب قالت له ان هي كذب او مش كذب هتوقف لساي كدرع هامي فبيقول لها خلاص تمام انت مصدقة مش مصدقة ده مش فارق معي وبيمشي ويسيبها اشكة بتحتفل مع ارش ان خطتها نجحت وان كل حاجة مشت زي ما هم عايزين فبيقول لها طيب تمام وده كويس جدا فبيقول لها يعني هي قالت انها مش هتتجوزوا قالت له لا هي قالت انها حتى مش عاوزة تشوف وشه وبتقوله ان الخطة نجحت وان هي مبسوطة جدا فبيقول لها يبقى احنا لازم نحتفل بالنصر ده وانا دايما خطتي ما بتقعش في الارض قالت له طب ومش هنحتفل بنجاحي انا لولا تمثيلي وكانوا كلهم يعياته ما كانش كل ده نجح قال لها فعلا وانا دلوقتي بهنيكي وبكرة الاخبار هتبقى دايما متصدرة انه السيد الرئيسي التنفيذي للشركة سيخسر حضانة بنته بيجهزوا بقى للزواج وبيجهزوا المنصة اللي هي بتاعت الزواج اللي بيعملوا فيها الحاجة وبعدين بتدخل ساي كانتها تقع بتجري عليها رمي بيقضوا البصول بعض وقال لكي طبعا بيتضايق وبتقول له ريدي انه واضح ان زواج اه اخي هيقربهم من بعض تاني فهو بيتضايق طبعا دخلت سافي للقاعة وخلاص هم مدخلين للزواج وشانتنو بيصمم انه هو يعمل لها التقوس وبتعمل لها التقوس ايشا كمان معها وهي طبعا بتكون متضايقة وقفين قدام بعض وبيقول الترانين بتاعهم الكاهن دوت الترانين بتاعتهم والكل طبعا مبسوط بزواجهم معادة ايشا فبيقول يلا حطوا لبعض عقد الزواج وبعدين بتاخد سافي عقد الزواج وعايزة تحطهولو والاتنين وقفين قدام بعض تحسهم اعداء مش اتنين بيتجوزو بيشيلوه علشان خاطر يبقى صعب انها تحطله عقد الزواج وهو طبعا بيبقى متضايق مش عاوز يعمل الكلام ده وبيشيلو سافي كمان وبيلبسوا بعض عقد الزواج وخلاص كده بيخلص التقس ده بتدقى هاريني وبتقول لهم عملوا عقد الزواج ججراتي فبتقول لهم كل حاجة ججراتي ايش مع الندوت يعني قاعدين جنب بعض وعلشان خاطر تبدأ الترانيم وتسليم العروس وبالفعل بيروح شنط نوقيش عشان يعملوا التقس ده وبيبركلوهم وبعد ما بيخلص بيلبسوها كمان الوشاح بيطلب منهم المصور ان هما يبتسموا عشان هما مبتسموش خالص وبيقولوا يلا ابدأوا الدورات العقدة كانت هتتفك بتاعت الزواج وبتجري ساي علشان تربطها وبتقول دلوقتي مش هتتفك خالص فبيقول ان هما هيتجوزوا ويعيشوا بسعادة والعقدة مش هتتفك ابدا فبيقولوا ان هما عاوزين اخو العروس فبيقول شنطن ان هي ما عندهاش اخ بيروح ملين وبيقول انا اخوها وحفظ الجنبها فاي شيء وبيطلب من رجاط ان هو يخاف عليها ويحافظ عليها وان هو لو عملها اي حاجة هيجي قدام الباب مباشرة بيرد رجاط وبيقول فهمت بس بيرد بغرور هاريني بتبقى متضايقة وبتقولها وبيتكلم كده ليه بقولك هو ايه الحلو اللي اتعمل النهاردة فقالت لها جلاب جامون فقالت خلاص انا هاكلهله بقى بس بطريقتي خلصوا الزواج وبتروح سايه وبتقف جنبهم وبيتصوروا مع بعض هما التلاتة بسعادة بياخدوا بركات الكبار وبيقولولهم يا رب تعيشوا مبسوطين وبتطلب من رجاط ان هو يخلي باله من سافي وقال لها هي هتجيله وتاخد لها حقها منه سكار بيقولها ما تقلقيش سيدة ايشا انا سافي جاية عندي كأنها بنتي زي طارة وزي ريدي مش هتبقى كنة بالنسبالي بتروح هاريني وبيقدمولهم الحل وبتقوله هاريني ان هو لازم ياكل الحلو من ايديها ويلا كله انت مكلتش حاجة من الصبح وبالفعل بيوافق وبياكلوا لكن بيبقى حامي وبياكلوا غصبا عنه وبتضحك هاريني لانها كدت خدت حق اذ مليين منها بتفهم سافي وبتبص لهم بدحك وبعدين بيقولوا انه كده البنات عملوا طاقس ججراتي انه هما ضحكوا على العريس وهزروا معاه بتبقى متضايقة شيري وبتقول هو حد يعمل كده اهو دلوقتي عنده حمودة بيطلبوا من سافي انه يتأكلوا حاجة تانية علشان الحامي اللي في بقه ده يروح من بقه وبالفعل سافي بتأكله وبيقولوا يلا دي زوجتك وروباتكم هيبقى مع بعض للأبد وسكار بيقول لرجاته انه ما يقومش لحد ما سافي تاكل وتخلص اكلها اه اه ارش بيكلم المحامي بيقولوا ناموا انت مرتاح البكرة احنا هنكسب القضية كده رجاط هيخد الاذن منه قبل ما يقابل بنته فبتقول له اشكا انه هو مش هيقابلها اصلا وبعدين انت عشان تبقى الواصي بتاع ساي يبقى لازم نعمل حاجة لازم تتجاوزني فبيقول لها انتي مستعجلة على ايه مفيش استعجال قالت له ان انت هتكسر وعدك معي بتوصل سافي على البيت وبيعملوا لها التقوص بتاعت استقبالها وبيقولوا لها يلا عشان تعملي مراسم الترحيب وبتتتحك كاريدي وبتقول لها اوعي تعتبري جارة الرز كرة قدم شوتيها بالروحة وبتدوس في اللون الاحمر اللي بيبقوا عاملينه وبتوصل للمعبد وبتحط التمثال وبتبدأ تعمل التقوص بتاعتهم كلها كاملة بتقول لها شيرين انت النهاردة فرد من العيلة بتاعتنا وبتقول لها انت سافي رجاط سكر فبتتحك وبتقول لها لأ انا سافي ساي فبيتحكوا طبعا لان هي جاية اصلا وبتعمل كل ده علشان خاطر ساي بتدحك ساي وبتقول ان هي من النهاردة هتبقى مع امها وابوها لكن سافي بتقول لها انو مش من النهاردة وانو من بكرة وان ان انا بوعدك ان انت بكرة هتبقي قاعدة معنا وهتعيش معنا هنا وبعدين بتحضنهم وبتقول لها انت النهاردة هترجعي بس الولدتك اشكة ومن بكرة هتبقي معي فبتقول لها ماشي وبطلبه من لك إنه هو يروحها على البيت طارة بتقول لرجاط إنهما كان عملولهم بمفاجأة وإنهما حجزولهم قوضة في فندق وإنهما لازم يروحوا بيقضوا الوقت هناك مع بعض لكن سافي ورجاط بيرفضوا ده ورجاط بيقولوا إنه ما فيش داعي لكل التقوس وكل التقاليد اللي انتم بتعملوها دي وما تنسوش إحنا ليه أساسا عملنا الجواز ده وبيفك العقدة بتاعت سافي وبيطلع على فوق شيري بتبقى مضايقة جدا من طريقته وأمان بيقول لهم إنه هو حيفاهمه كل حاجة وطالع لرجاط وبيقولوا إنه لو فضلت قاعد هنا هتفضل تعمل التقوس وهتفضل رسم اللي بتسمى المزيفة بتاعتك دي خد سافي وروحه على الفندق وهناك مش هتضطروا تعملوا أي حاجة تتخنقوا تتسرعوا هتبقوا مع بعض الوحدكم فبيفرح رجاط وبيوافق على اقتراح أمان وبينزلوا بيقول لهم وكمان جانكي هنا بتكلمها وبتقول لها أفضل لك إن انتي تروحي معاها على الفندق وتعودوا مع بعض فعلا رجاط بيقول لهم إنه هو موافق وبيطلب من طارة إنه هتودي سافي على الفندق هناك وسافي متضايقة وبتقول يا رب يفتكروا السبب اللي احنا تجوزنا أصلا علشانه إيشة قاعدة وهاريني بتقول لها ما تعيتيش وإن هي هتفضل موجودة على طول معيها وهي بتطلب من حامتها إنه هي يلا بينا ويلا بينا نروح بتيجي لاتة وبتقول إن هي كمان هتمشي وبتقول رمي إنها هتوصلها على المحطة وبتقول لها لأعمال المهمة اللي وراي ما كنتش سبتك لوحدك أبدا شان ترو ماشيا ومبييجي لإيشة وبيقول لها إنه عايزك ما تقلقيش ويمكن وإحساسي بيقول لي إن رجاط مش زي ما هو مبين لنا كده وإنه هو شخص كويس وهتشوفي بكرة علاقته ما تبقى عاملة مع بعض إزاي فبتقول له أنا خايفة جدا عليها وقلقان عليها هيعمل بنتي إزاي قال لها ما تقلقيش هي معنا في نفس الدور وفي نفس البيت وفي الشقة اللي قدامنا على طول وأكيد إحنا خدنا القرار داي بقى أكيد هيكون في صالح سافي أنا مش عاوزك تقلقي وقلبي بيقول لي إن علاقة سافي ورجاط هتبقى كويسة جدا هو فتى مسقف ونقي ما تقلقيش ترجمة نانسي قنقر